أيها السلام عليكم ساد رامي من هو نفس رسول الله؟ أجيبك بدون أن تسب؟ لا أنا سب مستحيل أسب طيب أهلاً اسم حضرتك إيه؟ اسمك إيه حبيبي؟ أحمد 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 من العراق نفس رسول الله هي عائشة وشون عائشة؟ أحكي لك على المضاعدة عندي دليل من القرآن يلا طلعه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة وعائز جوج النبي فعائشة نفس النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على محمد وآلي محمد وعجي أجابك؟ 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 هل النبي أخذ بيد عائشة وخرج وقال عائشة مني وأنا منها مثل ما فعل مع علي؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام عندكم بيأخذ بأيدي النساء في دينك كده يعني ممكن يأخذ يدي فاطمة ويطلع بره يقول هذا هي مني وأنا منه؟ لا النبي ما عملش كده مع أم المؤمنة عائشة طب يا عام نفس النبي أبو بكر السديك نفس النبي أبو بكر السديك وعندي دليل هل أخذ بيد أبو بكر وخرج للمباهلة؟ أخذ أكثر من ذلك أخذ أبو بكر معه إلى الغار بس ربنا قال في القرآن لقد جاءكم رسول من أنفسكم فأهو جاءكم رسول من أنفسكم عزيزهم عليه مع نتو حريص عليكم كان حريص على الصديق والله وكان حريص على عمر آه زين هاي نزلت بالغار؟ لا أنا أزل أهو لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيزهم عليه مع نتو لا هاي تضربهم على مزاجك تربطهم على مزاجك لقد جاءكم رسول من أنفسكم هوا من نفس الصحابة هو هل نزلت في الغار؟ لا مش رسول من أنفسكم جمع جمع الصحابة ما نزلت في الغار أي هذا كلام في أي أقوى نزلت في الغار؟ إن الله معنا ربنا كان مع النبي أبو بكر رضي الله عن سيدي أبو بكر اللهم محشرني مع أبو بكر إذا كان الله مع أبو بكر لماذا لم ينزل عليه السكينة؟ إيه دا هي السكينة؟ بوم السكينة نزلت على من؟ نزلت على الرسول وهو النبي ما كانش عنده سكينة وقتها؟ لا أنه هو النبي كان عنده سكينة يعني نزل سكينتين كده عن النبي؟ منافق أي حتى يبين أمر حتى يبين أمر أبو بكر حتى يفضح أبو بكر يعني يبقى كده ابو بكر منافق عندك? ايه. يعني ادم وحواء. اما ظلموا انفسهم. ربنا تبع لادم ولا تبع لحواء ولا تبع لاتنين? وزينا وشن الفرق? لا 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 اجيبني بس. ما انا بقول لك. شن الربط? ليش تقفز? ليش تقفز? ما انا هقول لك ما انا هاقفز في نفس الموضوع. ربنا تبع لاتنين ولا تبع لواحدة? تبع لمن? ليش? ليش تخبط من واحدة? معلش معلش ان شاء الله هقول لك باقفز ليه? اه اه ربنا ظلمنا انفسنا. وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من اه. اه. هل ربنا تبع لادم وحواء ولا على ادم فقط? انا شنو تقول? انا ما اعرف بادم وحواء. انا جايك على ابو بكر. اه اه. تبع لادم وحواء. انت عندك تبع لادم فقط? انا ما ما مطلع على. اعوذوا بالله مش مطلع. يعني ربنا ما تبشي على حواء ما تتكفر عندك? لا انا ما انا ما سألتك عن حواء. ايوة. بس في الاية بقى التانية. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليهما. صح? على ادم وحواء. هو من سوى الذنب? ادم ولا حواء? الاثنين وقعوا في الذنب واكلوا من الشجر. فبدت لهما سواتهم. وطفق يخصفان عليهم من وراك الجنة. فتلقى ادم ربه كلمات فتاب عليهما. صح? فتاب عليه. علي. ليه ما فيش عليهما? يبقى ما تبشي على حواء. حواء منافقة عندك؟ شف فيهمكم العقيم وتلعبكم بالقرآن الكريم. إن نزلت السكينة فقط نقول نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وشملت ابو بكر لان الخطب من النبي صلى الله عليه وسلم. او نقول ان السكينة نزلت على ابو بكر لانها لم تفارق النبي صلى الله عليه وسلم. ده رقم اثنين. تعال بقى في اية المبهلة اللي انت بتتكلم فيها. اية المبهلة وانفسا وانفسكم اي علي نفس النبي صلى الله عليه وسلم. لا يفهم من ذلك أن عليه نفس النبي لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تلمزوا أنفسكم فهل الذي يلمز نفسه المؤمنين هو ربنا بيقولون ولا تلمزوا أنفسكم فهل الذي يفعل هذه المعصية ويلمز أخيه المسلم هل اتنين نفسوا واحدة مع إن ربنا قال ولا تلمزوا أنفسكم وأيضا عندنا في الآية في بني إسرائيل فاقتلوا أنفسكم ذلكم خيروا لكم عند بارئكم فاقتلوا أنفسكم هل يرى من ذلك أن الذي عبد العجل كالذي لم يعبد العجل الاتنين بقوا سواسية لأن ربنا قال فاقتلوا أو آدم قالوا فاقتلوا أنفسكم موسى عليه السلام فهل الاتنين كده يبقوا نفسه واحدة تلاعبكم بالقرآن لم ينفعكم أين استدل علي رضي الله عنه بآية المباهلة على أنه نفس النبي فله كل ما للنبي تفضل النبي قال علي مني لا 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 ما ليش دعوة حشارتي صح أين استدل علي بالآية المباهلة على أنه نفس النبي وكل ما للنبي لعلي تفضل النبي هو قال أي وفين بقى علي قال أين قال علي أني نفس النبي بدل الآية المباهلة علي مني وأنا منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن جولايبيب هو مني وأنا منه وقال على الأنصار كلام أكثر من ذلك أعيد وأقول عليك السؤال تلك فلم يقل النبي أن آية المباهلة تدل أن علي نفس النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء النبي لم يقل ذلك نأتي بقى لصاحب المسألة وهو سيدي ومولاي علي اللهم حشرني مع علي بن أبي طالب اللهم مني أسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح علي أمر الدنيا والأخرة أن تحشرني مع سيدي ومولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أرجع وعيد عليك السؤال تاني أين استدل علي رضي الله عنه بآية المباهلة على أنه نفس النبي طبعا النبي قال علي مني وأنا منه شفت عجزت وقعدت عيد تاني علشان اتهمت أبو بكر فدعستك وقبت لك الأدلة من القرآن طيب يا حبيبي قلت لك النبي قال هذه الكلمة لغير علي رضي الله عنه فهل يدل هذا على أن جولايبيب معصوم على أن جولايبيب نفس النبي يا عامة هسيب كل ده علي نفس النبي كيف علي يتزوج فاطمة ففاطمة دلوقتي بنت علي لأن علي نفس النبي لا هاتت خليهن على مزاجة لا أما أنت قلت علي نفس النبي بلاش الإلزام ده هبعدك عن كل ده سؤالك يا أستاذ أحمد علي مني طب سؤالك أنت قلت علي نفس النبي خلاصة سؤالك أمام الجمهور من الأشجع علي أم النبي الاثنين واحد الاثنين في شجاع واحدة اي اثنين واحد من الأعلم علي أم النبي علي مني وأنا منه من الأعلم علي أم النبي النبي مدينة العلم وعليه بابا شوف خايف يجاوب من الأعلم علي أم النبي الاثنين واحد أعوذ بالله عرفتوا منه يقولوا بنبوة علي عرفتوا منه علي هو نفس علم النبي صلى الله عليه وسلم النبي لا يعلم عن علي في العلم فعليه هو نفس علم النبي صلى الله عليه وسلم قلت لكم يا إخوة استنساخ نسخ لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم خلاص إحنا كنا عايزينك 23 سنة بس يا رسول الله وإنت ما تموت إحنا عندنا واحد هو نفس علم عندنا نبي جديد تاني اسمه علي ابن أبي طالب هو نفس علم النبي هو نفس قوة النبي هو نفس شجاعة النبي من الأفضل علي أم النبي من الأفضل علي أم النبي الاثنين واحد أعوذ بالله سمعتم يا شيعة النبي ليس أفضل من علي ابن أبي طالب إيوه تقول النبي سيد الخالق لا وعليه سيد الخالق عندنا نبيين اتنين النبوة لم تختم ختم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم لا في دين الشيعة الاثنى عشرية النبوة لا تختم عندنا نبيين عندنا النبي محمد والنبي علي النبي محمد علمه نفس علم النبي علي قوة النبي محمد نفس قوة النبي علي وافضلية النبي محمد هو نفس افضلية النبي علي كل شيء حجة النبي محمد نفس حجة النبي علي فخلاص النبي محمد هو النبي علي عندنا فخلاص لو مات محمد صلى الله عليه وآله وسلم عندنا النبي علي عليه السلام أعوذ بالله من هذا الدين روح يا عم روح يا عم شفتم وصل غلو الإمامية الاثنى عشرية إلى ماذا شفتم يا أيها المشاهد الكريم وصل غلو الإمامية الاثنى عشرية فعليه هو نفس النبي في كل شيء بل في بعض الأوقات يقولون أن علي أفضل من النبي في مدينة المعاجز معجزات علي ابتالب أعلى من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كان معكم شيئة أحمد من العرب أيها الحبيب عشان تدعمنا والقناة متأفشي تسوي إعجاب وشارك الفيديو في أكثر من جروب ولا تنسى تفعيل الجرس كي يصلك كل ما هو جديد